فضيحة جديدة هزت وزارة المالية الحالية وكشفت حجم الفساد الحكومي المستشري فيها وذلك بعد قيام جهات متنفذة وعبر خمس شركات تابعة لأحزاب وكتل سياسية بسحب مليارين وخمسمائة وثلاثة واربعين مليون دولار موضوع كأمانات ضريبة عبر مائتين وسبعة واربعين سكاً تحت دريعة الاستثمار وتمويل مشاريع لشركات محددة لتختفي بعد ذلك هذه المبالغ الضخمة من حسابات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين على أدري هذه الفضيحة وفي محاولة لتمويهها كما جرى مع وزير المالية السابق علي علاوي قدم وزير النفط إحسان عبدالجبار إعفاء من إدارة وزارة المالية وكالة وهو نفسه الذي كان قد كشف في وقت سابق عن اختفاء 800 مليون دولار قبل أن يعترف بأن المبلغ هو ملياران وخمسمائة وثلاثة وأربعون مليون دولار أي أكبر من الرقم السابق بنحو الثلاثمائة بالمئة لجنة النزام في البرلمان اعترفت بتعرض حسابات حكومية في مصرف الرافدين الحكومي إلى السرقة موضحة أن هذه الأموال سرقت من حسابات الهيئة العامة للضرائب مشيرة إلى أن خاطبت وزارة المالية لبيان الأرقام الحقيقية للمبالغ والأشخاص المشبه في استحواذهم على تلك الأموال مختصون اقتصاديون أكدوا مماطلة الحكومة لأكثر من شهرين في فتح تحقيق بشان سرقة المليارين ونصف المليار دولار إلا أن تنام الخلاب بين قوى في الإطار التنسيقي ووزير المالية بسبب تضارب المصالح حدى للكشف عن الفضيحة تزامن ذلك مع تأكيد مستشارين قانونيين بوجود عمليات فساد كبيرة في جميع مؤسسات الدولة منها المصارف الحكومية وأن الأموال المسروقة المهربة للخارج منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 تقدر بـ 500 مليار دولار وسط تأكيدات دولية بأن الأموال المسروقة عبر الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003 بلغت تريليون دولار وأن الفساد الحكومي اتخذ أشكال عدة ودخل رسميا في جسد الدولة وذلك بحسب تأكيدات حكومية ممثلة بإحصائيات هيئة النزاهة والتي أشارت إلى تورط 11605 مسؤولين بالفساد بينهم أربعة وخمسون وزيرا ما يعكس هيمنة ما بات يعرب أختبوط الفساد التابع للأحزاب والمليشيات على الدولة واستغلال مواردها بعيدا عن مصطحة الشعب ترجمة نانسي قنقر